تحذيرات وإنذارات متسارعة من كارثة إنسانية وشيكة يحملها ملف معبر اليعروبي الحدودي مع العراق لمناطق شمال وشرق سوريا حيث يحتمي أكثر من مليون نازح في مئات المخيمات الرسمية والعشوائية والتي كانت أبرز نتائج هجمات الاحتلال التركي على عفرين وتل أبيض ورأس العين ومناطق أخرى شمالية سوريا معبر اليعروبي الحدودي المعروف محليا باسم تلكوتشر في أقصى الشمال الشرقي من سوريا بات الآن يهدد بمأساة إنسانية كبرى في شمال وشرق سوريا بعد نحو عامين من إغلاقه بيفيتو صيني روسي تكرر أكثر من مرة ضد مشروع قرار بتمديد مساعدات الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية استثنى لاحقا معبرا واحدا ضمن المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية في شمال وغرب سوريا استمرار الإغلاق هذا يصفه حقوقيون بأنه إجحاف بحق الإنسانية وكارثة حقيقية للمنطقة وخاصة مع حصار تفرضه قوات الحكومة السورية من جهة وانتهاكات يرتكبها الاحتلال التركي من جهة ثانية فيما يبقى حال المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التزام الصمت والتجاهل معبر تلكوتشر أغلق ببيتو روسي مطلع العام الفائت في الحقيقة هي كانت عبارة عن كارثة حقيقية وكارثة إنسانية بحق المنطقة تماما كعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة توفرة الآن وليست هناك أصداء والصوت واضح بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية لذلك نناشر هذه المنظمات بتحمل مسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة تماما وللوهلة الأولى يظن المراقب أن الوضع الإنساني في سوريا محل أهمية لدى الأمم المتحدة التي أكدت الثلاثاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي أهمية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود ولكن لمناطق شمال غرب سوريا متجاهلا قرابة خمسة ملايين نسمة يعيشون ظروفا معيشية صعبة في شمال وشرق سوريا ما يرسم علامات استفهام كبيرة ظروف ومعاناة لطالما دقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ناقوص الخطر بشأنها مناشدة المجتمع الدولي بضرورة فصل الوضع الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول وفتح معبر اليعربية لإنقاذ أرواح السكان والنازحين نعم بالطبع نحن هنا في واشنطن في كل لقاءاتنا سواء كانت مع الإدارة الأمريكية في الخارجية وسواء كانت حتى مع أعضاء الكونغرس كنا نطلب دائما بأن يفتح معبر اليعربية لإنعاش المنطقة ولبنساعدة النازحين المتواجدين في المنطقة إعادة فتح معبر اليعربية وإبعاده عن أشواك السياسة ودهاليزها أصبح الآن ذا أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى لتجنب كارثة إنسانية قد تصيب شمال وشرق سوريا تلك المناطق المنسية على الجغرافية الدولية رغم أنها شهدت تضحيات جسام قدمتها لمكافحة إرهاب لم يكن يهدد المنطقة فحسب وإنما العالم بأسره